السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عزائي طلبة طلاب الصف الثالث الاعدادي اهلا وسهلا بكم في قناتكم المفضلة دائما بـ The First خليك الاول معكم مستر هيسم التركي مدرس العلوم الوقت هنشوف مع بعض نموذج اجابة امتحان علوم محافظة بورس عيد الترمي التاني 2020-2021 اول سؤال بيقول لي اكمل عبارات الاتياء يقاس نقط باستخدام جهاز الفولتاميتر بوحدات تسمى نقط طبعا يقاس فرق الجهد وبعد كده هنكتب الفولت ممكن حد يقول لي طبعا اكتب القوة دفع القهربية في الاول ما فيش مشكلة الكرموسوم يتركب كميان من حمد ناوي اللي هو الـ DNI مرتبط مع بورتين يتولى الطيار القهرابي من الدينم ونتيجة تحويل الطاقة حرقية الى القهربية اختار مند النباتل بسلة لسهولة زراعته وقصر دورة حياته قارن بين المركبات الايونية والمركبات التساومية من حيث سرعة التفاعل طبعا المركبات الايونية تفعلتها سريعة بينما المركبات التساومية تفعلتها بطية حيث سبب الحدوث طبعا القزامة نقص افراز هيرموني النمو في مرحلة الطفولة انما العملكة زيادة افراز هيرموني النمو في مرحلة الطفولة احسب فرق الجهد بين طرفية مكنسة قهربائية مقاومتها اتنين وعشرين اوم وشدة وشدة الطيار المار فيها عشرة امبير طبعا جيم بتساوي مين فته يعني هنضرب اتنين وعشرين في عشرة تطلع ميتين وعشرين سؤال الثاني اكتب مصطلح العلمي التغير في تركيز المواد المتفعلة والنتيجة في وحدة الزمن طبعا ده سرعة التفاعل الكيميائي تفاعل يحدث فيه احلال فلزم حل اخر في احد محلي الاملاحه طبعا ده تفاعلات الاحلال البسيط تضفق شحنات قهربية سالبة في مادة موصلة طبعا ده الطيار القهربي التحول التلقاء لزرات بعض العناصر موجودة في الطبيعة لمحاولة الوصول الى تركيب اكثر استقرارا طبعا ده ظاهرة النشاط لشعاع الطبيعي ده علامة صحة وخطأ عند تلقيح نبات بازلاء قصير الساق نقي مع اخر طويل الساق هاجيم ينتج نباتات كلها قصيرة الساق طبعا خطأ تفاعلات التأكسد والاختزال تحدث كل منهم منفردة طبعا غلط تحتوي البطاطة على انزيم الاكسيديز يعمل كعامل حفاظ طبعا صح من الصفات السائدة في الانسان شحمة الازن المنفصلة طبعا صح لديك اربع عامضة كهربية متمثلة القوة الدفعة لكل منها واحد ونص فولت وضح بالرسم كيف توصل للحصول على بطاريات القوة الدفعة القربية لها 3 فولت بطريقتين مختلفتين طبعا عشان اطلع 3 فولت بطريقتين مختلفتين اول طريقة ان انا ارسم 3 توازي ومعهم 1 توالي تمام او ان انا ارسم 2 توازي وجنبيهم 2 توازي تاني زيهم ويكونوا متوصلين مع بعض على التوالي يعني 2 توازي 2 توازي ومتوصلين ببعض السؤال الثالث اقتر إجابة صحيحة يقوم هيرمون نقط بإطلاق الطاقة اللازمة للجسم من المواد الغذائية طبعا هيرمون الثيروكسين اكتشفت ظاهرة النشاط الإشعائي بوسط العالم هيبقى بيكوريل يفرز هيرمون الأنسولين أو يفرز هيرمون الأنسولين من البنكرياس من خصائص الطارق الكهرابي المتردد طبعا هنختار متغير الشدة والاتجاه عرف كل مما يأتي الصفات المقتسبة هي الصفات الغير قابلة للانتقال من جيل إلى آخر أو لا تنتقل من الأباء إلى الأبناء مثل تعلم السباحة مثل تعلم لعبة كرة القدم تعلم اللغات قوة العضلات رقم اتنين الأمشاج طبعا الأمشاج ده عبارة عن خلايا تنقل الجينات من الأباء إلى الأبناء خلايا تنقل الجينات من الأباء إلى الأبناء تفاعل التعادل هو تفاعل حمض مع قلوي لتكوين ملح وماء الاختزال طبعا هو عملية بيتم فيها طبعا اختزال هنقول نقص نسبة الأكسوجين أو زيادة نسبة الهايدروجين أو اكتساب إلكترونات اكتب المعدلات الرمزية الموزونة التي تعبر عن تسخين كابريتات النحاس وامرار غاز الهايدروجين على الناتج طبعا أول حاجة تسخين كابريتات النحاس هيبقى سهم على مسلس سي يو او زائد اس اسري طبعا بعد كده بيقول لك وامرار غاز الهايدروجين على الناتج الناتج اللي هو سي يو او لما نحط بقى اتش تو زائد سي يو او سهم على مسلس برضو هيدينا اتش تو او زائد سي يو شوف السؤال الرابع اختر من العمود ألف ما يناسبه في العمود به يستخدم للتحكم في المقاومة الكهربية في الدائرة طبعا الريوستات عند اضافة خراطة النحاس الى حمد الهايدروجلوريك المخفف طبعا لا يحدث تفعل جهاز يستخدم لقياس شدة الطيار القهربي طبعا الاميتر عند احلال الماغنيسيوم محل النحاس فيه محليل املاحه طبعا يتكون راصب احمر سوما تحتوى خط واحدة قياس القوة الدفعة الكهربية هي الكولوم طبعا لا الفولت مقاومة الموصلة الذي يسر فيه طيار قهربي شدة واحد امبيرا عندما يكون فرق الجهد بين طرفيه واحد فولت تكون عشر اوم طبعا هتكون واحد اوم يسمى القانون الاول لمندل بقانون التوزيع الحر العوامل لا هيبقى قانون انعزال العوامل انتزع مندل الاسدية من ازهار نباتات البازلاء قبل النطجة حتى لا يحدث تلقيه خالطي طبعا تلقيه ذاتي رقم جيم بيقول لي كيف يمكن التمييز بين محلول كابريتات النحاس ومحلول كابريتات الماغنيسيوم باستخدام قطعة من الخرصين طبعا في حالة كابريتات النحاس هيبدأ انه هو يحدث تفاعل كابريتات النحاس مع الخرصين هيحدث تفاعل ويتكون راسب احمر من النحاس بينما في حالة كابريتات الماغنيسيوم لا يحدث اي تفاعل لان طبعا الخرصين اقل نشاطا من الماغنيسيوم فلن يستطيع ان يحل محل اتمنى ان انتوا تكونوا جودة على الامتحان بشكل صحيح اتمنى لكم ان شاء الله الحصول على الدرجات النهائية كان معاكم مستر هسام التركي من قناة بيذا فرست خليك الاول اشوفكم ان شاء الله على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته